بص سيدي تشارلز ميشيل تشارلز ميشيل أنا آسف قال لك إيه بقى بص عام تعرفينه هو رئيس المجلس الأوروبي قال لك كده قال لك إنه عملية الإخلاء للمدنيين اللي يعني تم حصارهم في رفح إلى أماكن غير آمنة أمر غير مقبول وإن إحنا بنو ناشد إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية بأنها تحترم القانون الدولي الإنساني بل وأننا يعني نؤكد ونناشد على عدم اتخاذ أي إجراءات متعلقة بإجراءات باجتياح بري لرفح وإنه المعابر يجب أن تكون تعمل بشكل كامل وأن تسمح بمرور المساعدات أو مساعدات الأساسية الإنسانية وإن خاصة في خضم هذه المجاعة أو يعني زي ما قالها المجاعة المتفاقمة زي ما هو وصفها يعني دريجينج فامن وقال إنه كافة الجهود يجب أن تستكمل حتى نستطيع أن نؤمنوا اتفاقاً لوقف كامل ومستمر لإطلاق النيران وأنه الاتحاد الأوروبي ملتزم أهم حاجة أنه قال ملتزم خد بالك بقى الاتحاد الأوروبي ملتزم حتى نستطيع الوصول إلى اتفاق عادل للسلام مبني على حل الدولتين وأنه خلق أو وضع أو إنشاء دولة فلسطينية مستقرة هي المفتاح الرئيسي في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع السلام والأمن مع إسرائيل وكما هو منعكساً في إعلان اليونيتد نيشنز أو الأمم المتحدة بيان غريب جداً جداً بيان عبارة عن مناشدة ورجاء لإسرائيل وده شيء بالنسبة لي مش بس غير مفهومه هو شيء الحقيقة مستفز جداً 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 ينضم إلينا عبر زوم السيد زيتايم أمين سر حركة فتح في هولندا أهلاً بيك أهلاً بيك أستاذ يوسف الرحمة للشهداء والحرية لأسر والشفاء للجرحة وأصعد الله مساءك ومساء أهلنا في مصر وفضائيتكم الكريمة الله يخليك يا سيد زي وطبعاً نشاركك نفس الدعاء بالرحمة للشهداء ونتمنى من ربنا أنه يثبت أقدام كافة الفلسطينيين الحقيقة كيف رأيت بيان الاتحاد الأوروبي واللي أصدره ميشيل في هذا المنشور عبر حسابه في منصة أكس ثم ذيّله بهاشتاج رفح المستغرب جداً نفس الدول مثل ألمانيا نفس البيان اللي تطلعوا للاتحاد الأوروبي والسيد ميشيل طبعاً كتب هذا الكلام اللي تفضلت في حضرتك السيد يوسف يعني هو واضح تماماً أنه عندما الأمور تتحدث أو كلهم يتحدثوا عن حرب مجاعة وحرب إبادة حقية يخوضها جيش الاحتلال الجاتب على أرض فلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني منذ 76 عام يترجو هذا الاحتلال مع العلم أن هناك قانون دولي يلزم الاحتلال ويلزم أي دولي بالعالم إذا كان هناك احترام لهذا القانون الدولي أنا بصراحة مستهجن جداً من هذه الطريقة وهذا الأسلوب هل يمكن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بترجي مثلاً دولة أخرى بهذا الصدد لماذا اتخذوا قرار ضد أفغانستان والعراق وسربيا وبعض الدول الأخرى وماذا يفعلون الآن موضوع أوكراين نفس الاتحاد الأوروبي التي يترجى إسرائيل اليوم تتوقف القوانين عند الإسرائيليين أو عند هذا الاحتلال الغاشم الظالم الجاتم على صدر الشعب الفلسطيني اليوم يضرب هذا الاحتلال بكل القوانين الدولية ولا يحترم حتى الاتفاقيات بما فيها سلطه واحتلاله لمعبر رفح الذي هو معبر أصلاً مصري وفلسطيني وهناك اتفاقيات موجودة أنا أستغرب رغم أني سمعت من جوزيف بوريل من جوتيرس من مجلس حق الإنسان كثير من النتائقات كثير من الأشياء أن إذا قد أقدم الاحتلال الإسرائيلي على احتلال رفح سوف يكون هناك كارتي من قال أن الإسرائيليين لم يقتحموا رفح الإسرائيليين يعملوا بمرحلة وراء مرحلة الآن في 300 ألف فلسطيني هجروا قصراً مرة أخرى من رفح إلى وسط إلى خان يونس الذي أصلاً ومناط أخرى الذي أصلاً لا وجد فيها حياة أصلاً لا وجد فيها أي شيء وأي مقاومات الحياة أستاذ يوسف الآن هذا العالم يجب أن يصحى ضميره الحي هناك محكمة جناية الدولية وهناك مجلس أمن دولي وهناك محكمة جناية الدولية وهناك أعلى سلطات قضائية وأنت تعلم سيدي الحبيب أولاً هناك سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية أحلى سلطة قضائية محكمة العبد الدولية وسلطة تنفيذية مجلس الأمن وسلطة تشريعية الأمم المتحدة كل هذه الأشياء التي يمكن استخدامها وهذا العالم من ضمنها الاتحاد الأوروبي والجميع يقول نرجو وليس هناك قرار ينتصر له العدالة وتتخذ الأمم المتحدة قرارا واضحا يطبق فيه الفقرة المادة السابعة لماذا؟ لأن هناك يقول إسرائيل اسمع بايدن ماذا يقول أول أمس بكلامه قلال لقاءه مع السين إن يقول أننا زودنا إسرائيل زودنا هذا الكيان بأعدات عسكرية واستخدمت ضد المدنيين وهذا بالقانون الدولي بين قسين يدينه لأن القانون الدولي لا يحاسب من يقوم بالفعل بل يحاسب من يساعد بقيام بالفعل بالضبط أو يسبب فيه لذلك اليوم وبنفس الوقت يقول أنه لم تتجاوز الآن الخطوط الحمراء يا سيدي أنت تقيل بمكالين بشكل واضح الأمور وصلت إلى أكثر من 35 ألف شهيد دماؤهم ذكية من الأطفال والنساء وأكثر من 78 ألف إنسان جريح وأكثر من 15 ألف معاق ومفقود اليوم أنت ما هو الخط الأحمر بمنظورك أنت لأنك أنت تقوم الخط الأحمر أرى يمكن أنه اللي تحدث فيه حتى كان مجلس الحرب لدى الاحتلال قاله سوف نقوم بعمليات محدودة التزام بالخط الأحمر الذي وضعته إدارة بايدن ثم يأتي بلينكين اليوم ليقول سوف نغيره من سياساتنا تجاه إسرائيل في حال قامت باحتلال رفح يعني بلينكين ينتظر خراب ملطة يعني هل هذا هو الخط الأحمر الأمريكي؟ أستاذ يوسف هذا رياء وهذا كيل من مكالين هذا الكلام لم ينطوي ولن ينطوي على طفل صغير مولود الآن لسبب واحد لأنه أنا أريد أن أتذكرك أستاذ يوسف وأنا متأكد أنك إعلامي متابع لكل الأمور ومحطة كميروح قرمي لما أتى بلينكين إلى المنطقة أول زيارة قال أتيتكم أنا صوبيوني وزير خارجية أمريكا وكذلك بايدن أنا لا شوف من يقود الحرب اليوم من يعتقد واهم أن نتنياهو هو فقط المتطرف لا المتطرف الأكبر هم من في الحكومة الحالية بما فيها اليسار المعارضة وبما فيها اليمين لسبب واحد لأنه لا يريد أن يصفوا هذه الحرب بأنها حرب نازية هي حقيقة حرب إبادة حقيقية يندلها جبين البشرية وإلا لماذا قدمت جنوب أفريقا هاي الدولة أو هاي الإخوان اللي نكن لهم كل احترام والتقدير قدمت في شهر 12 من عام 2023 في آخر 12 ساعة وشهر 12 أمام محكمة العدل القضية بحرب الإبادة لماذا تمت مرافعات كبيرة جدا وأنا أذكر هنا سيد ياسمين الذي قدمت مرافع عن مصر في محكمة العدل الدولية بطريقة احترافية واضحة جدا تحدثت عن سياسة الجوع تحدثت عن الاحتلال تحدثت عن ما تقوم به من ترفيذ جرائم الحق الإنسانية ضد القانون الإنساني تحدثت أن إسرائيل تمنع وصول مساعدات الإنسانية لاحظ ما قال جوزيف بوريل يا سيدي قال جوزيف بوريل بأحد الحديث منذ شهرين طلبوا منا إخلاء رفح إلى أين نذهب بمليون وربع فلسطين إلى القمر إذا هذا مسؤول العلاقات الخارجية في اتحاد الأوروبي كل من يتحدث مجلس الأنور وقاله لا يوجد مكان آمن على الإطلاق يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة ده على سبيل المثال وإحنا هنا بنتكلم على منظمة إغاسية دولية وفي نفس الوقت بيصدر بالاتحاد الأوروبي وتصدر التصرحات من أنتوني بلينكين وغيرهم ونجد الأليات الإسرائيلية ملاسقة للمخيمات في جباليا الأمر بالنسبة لي غير مفهوم متى سوف يتحرك العالم إن تحرك أستاذ يوسف شوف اليوم واضح جدا أنه كل هذا إعطاء رش الرماد بالعيون إعطاء مهل لا أكثر ولا أقل أنا أعتقد بشكل واضح يجب على المجتمع الدولي ودول العالم مطالبين اليوم بأكثر من أي وقت مضى بالعمل الجاد على وقف هذه المجزرة التي بشكل خاص يقوم بها الاحتلال بشكل صلف ويتحدى بها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويستعد ارتكاب مجازر تلوى المجازر هل العالم ينتظر إلى أن يبيد هذا الاحتلال كل أبناء الشعب الفلسطيني في رفح سياسة التجويع كل إحرار العالم مطالبين بشكل واضح اليوم وأكثر من أي وقت مضى المضيب الوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القصري التي تشنها آلة الحرب الإرهابية الصهيونية من سموتريش وينجافير ومن جلعنت ومن نيتنياهو ومن اليسار واليمين كلهم كذابين أستاذ كلهم يعطوا لهذا الاحتلال الفرصة والفرصة من أجل ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني لاحظ أستاذ للتذكير أن عندما قام عندما قام هذا الاحتلال بقصف مجموعة من المطبخ العالمي في غزة قامت الدنيا ولم تقعد قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه دم الآخرين أهم من دم الفلسطيني لا يا سيدي نقطة طفل دم فلسطيني على أرض فلسطيني الحبيبة تسوى العالم ما فيه موقف أمتنا العربية ودولنا العربية الحاضنين للقضية الفلسطينية مشكورين مطلوب اليوم دعم ووقوف كامل من كل الدول العربية ودول عدم الإنحياز والمجموعة الإسلامية يجب أن نتعامل بالمصالح وإلا اليوم ما سمعته من وزارة الخارجية المصرية مشكورة أنها قالت بخصوص محكمة العدل الدولية أنها تؤكد إعلانها التدخل والدعم لدعوة جنوب أفريقا دم الاحتلال لماذا؟ لسبب واحد لأنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء لأنهم تجاوزوا كل الاتفاقيات والأعراف قطعوا المعونات يقوموا بضرب الكهرباء والماء والاتصالات اليوم سيضربوا مركز جوال الذي يقوم بالاتصالات هذا إرهاب؟ هذا قمة الإرهاب لأنه عندما بضربوا يعني حتى الصحفيين أستاذ يوسف اللي بنقوله الحقيقة نحن في هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية ويدعي الحضارة ويدعي الاحترام القانون الدولي أنا بقول لك نحن ننقل الرواية الفلسطينية التي ينقلها صحفيين لنا ويساعدون في نقلها ومحطتكم المحترمية تعمل بنفس السوية ومحطات أخرى لذلك أنا بقول أن هذا العالم أعمى في حال واحدة ويبدو أن نظره مئة بالمئة على بعض الأمور الأخرى من الاتحاد الأوروبي ومن مجلس الأمن الدولي إذا كانت هناك عدالي بشكل واضح يجب الإشارة بأن ما يقوم به الاحتلال في كل المراحل إن كانت الآن أو ما قبلها وصول عدد الشهداء إلى هذا العدد والجرحة والددمير للبنية التحتية يجب أن يشاره بالبنان بأن هذه مجموعة إرهابية كاذبة تقوم بحرب إبادة حقية وتقوم بشكل نازي حقيقة بقتل الشعب الفلسطيني أسوأ من النزيين والله أسوأ أسوأ بكثير أسوأ بكثير جدا ليس أفخت في غزة أستاذ يوسف لآن تقطع وصال الضفة الغربية كل يوم شهداء في القدس الحبيبة أتفق معك جدا أتفق معك جدا العمليات غير مقصورة فقط على أهلنا الفلسطينيين في غزة وإنما في الضفة وفي الضفة قبلا يعني حتى قبل أن تبدأ عملية 7 أكتوبر سيد زايد أشكرك جدا جدا وأتمنى أن إحنا نتقابل يعني وجها لوجه كده زي ما بيتقال في لاشنبلود في وقت من الأوقات إما عندك في هولندا أو أنك تنورنا في القاهرة أشكرك جدا سيد زايد تايم أمين سر حركة فتحة في هولندا أشكرك جدا